السلام عليكم ومرحبا بكم في ديليس دوالد ان شاء الله تكونوا ملح في الفيديو التعليم انا رح ندلكم لي مادلان كما موالفين يعني كل جمعة نسيين دلكم حاجة اللي تنتكل مع القهوة حليب و هادلي مادلين يجو هايلين بزاف يجو كيمال يتباعوا براه ان شاء الله يعجبوكم و اودوكم نخليكم على الوصفة نبدو بالمقادر انا كنت كيلتهم لكم بالكاس و بالقرام عندي كاس غير بوع تاع السكر يجيكم قس 100 قرام عندي نص كاس تاع زيت قس 70 قرام نص كاس تاع حليب تاني قس 70 قرام و كاس فارنا يكون فايت شوية يجيكم قس 150 قرام عندي لاظاني شوية و عندي سوكر فاني ماشي لازم اذا درتوا لاظاني و عندي نص باكة تاع خميرة الحلوة قس 5 قرامات و زوج حبات بد نبدأ نوجد فلابات تاع اللي مادلا نكسر ذو كزوج حبات تاعباد ندير لهم قرصة تعمل حيني ما قلتهاش في المقادر ما نرمونا راكم هلفتو على بلكم كامل باللي في الحلوات وجور نديروا قرصة تعمل حيني لاظاني و السوكر فاني اذا كنا نستعملوا لاظاني ليس لازم نستعملوا السوكر فاني ما يدازته سوف يزيد لكم تاني كالبنات يقصح لكم لاظاني في الحلوات و نزيد سكر و بعد نجيب باتر نضرب شوية هاد المقادر هدوما حتى و ان تطلع يعني نشوفوا هاد الميلانش هاد يبياط شوية و يطقيل شوية خمامت باش ندير لكم هاد المادلان باسكالبنا يحبوهم بزاف و يشرووهم يعني اسمدوك بلكم معنى بيش اسكرهم يتباعو دوكا ولا راهم مغلوقين ما قلت ندير لكم باش واحد يديروهم في الدار و ويجوهم يعني كيف 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 يتباعو و على دوكمر ما دربت شوية هادك الخالي التاعي يشوف وراهو طلع وبياط شوية دوكنا روح نزيد الزيت و بعد نزيد نخلط باش نزيد الحلب و دوكمر ما كملت زيت الحليب نحن نجيب صفاية ندير فيها الخميرة اللي قتل لكم نصب حول و نزيد تانيك الكاس تاع فارع هاني قلت لكم يجي فايت شوية باش نجيب صفاية مية وخمسين قرام و نسيرها و بعد نزيد نخلط خلطة خفيفة بالباتر هكذا كان فيتاس اللولة باش مطل لكم كامل ذيك الفارع هنا هكذا كلابات تاعي تعليم مادلان راه يواجدان و نحن نجيب بالمول تعليم مادلان اللي كنت قدرت فيه الكيسات و يعني في الصح هادو ما ميتسموشوا لي مادلان يعني غاح نفت زيني نعطوهم لي مادلان اسمام تعالصح همالي كاب كيك اون انجلي يعني باسك هاد الكيسات يجو يشبهوا الكيسان يعني على بيها نعطوهم كاب كيك و لي مادلان تعالصح ما يجوش به هاد لافورم يجو بلافورم هادية لكم تشوفوا فيها هادو ما لي مادلان تعالصح دوك نعمر هاد الكيسات نعمرهم بلابات هادك مرموشت الفن باش ما يفيدون نشون بعد نخلو قص صباح هكذاك دوك نعمر الكيسات نعمر سوف نجيب سكر و نرش شوية لي مادلان تعالصح من الفوق قبل ما نطيبهم باشهم بعد كما هادو كليتباعوا برا كي تنفخوا و تشقوا راح مع هادك السكر سوف يبانو شابين و بانسوا الفورتها يعني مشعلوا من قبل سخون ملاح على 180 دراجة ندخل لي مادلان تعالصح نخليهم يطيبوا يعني اذا كان الفورت عكم يشعل ملتحت ومبعد من الفوق شعلوهم ملتحت خلوهم يطلعوا من بعد شعلوهم من الفوق او خلوهم يتحمروا الطياب بتوحهم بين 30 حتى 35 دقيقة وهمهم ما يفوتوش اذا ما تحمروا لكم شزيدوا لهم الوقت اذا روما ركيتوا يعني بدلتش شي الاميطود ليتنوري لكم لحاجة كيندخل هالفور وكيفاش الطيب كيفاش تطلع هكذا باش يعني واحد يشوف هاي يعني ملح كيفاش الاريوسات يتباحها ملح و ان شاء الله تعجبكم هاد الاميطود و هامليك الماضلان مورما وجدو شوفوهم كيفاش جاو يشاهو وبنان و سورتم علقه وحلي بجوب السفائلين ان شاء الله الوصفات على اليوم تكون عجبتكم اذا عجبتكم ما تساوش تديرو جام تابوني و تاك تيفي و لا كلوش تفعلوا الجرس باش يلاحقوكم كامل الاريوسات و اذا قدرتوا تانيك تدخلوا الانستا قنامتاعي اشتركوا الاريوسات اللي ما قدش نحطها في اليوتيوب نحطها الاتماتيك بتصاور و نزيد نحطها تانيك في القروب فيسبوك تانيك تلقاو روابط توحم لتحتها في صندق الوصف دوك نقسم لكم حبات شوفوها كيفاش جاد ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة و دوك ما بقالي غير نقول لكم سلام و تالله في رواحكم